رؤية المنطاضين الصينيين في سماء الولايات المتحدة عكرت صفة الأجواء الصينية الأمريكية المعكرة أصلاً ففيما الاتهامات بالتجسس تساقل الصين تتمسك الأخيرة برواية المنطاض المدني المتفلت من أراضيها بفعل أحوال جوية سيئة حيث أكد البنتاجون رصد منطاض آخر فوق أمريكا اللاتينية دون تحديد موقعه بدقة ووفق موقع فلايت تراكر 24 المنطاض قطع أمريكا اللاتينية شرقاً باتجاه المحيط الأطلسي الجنوبي قبل اختفاء أثره واشنطن وعقب خرق المنطاض الصيني الأول لمجالها الجوي أرجع وزير خارجيتها أنتوني بلينكين زيارة للصين يؤمل منها تخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد زيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي للجمهورية الشعبية منذ خمس سنوات لقد تحدثت مع مدير مكتب الشؤون الخارجية وانجي وأخبرته أنني سأؤجل سفر المخطط له في عطلة نهاية الأسبوع إلى الصين الأسف الصيني لحدثة وصفتها بكين بغير المقصودة لم تؤثر إجاباً في عدم إلغاء الزيارة رغم أن الاعتذار جاء أولاً فوزارة الخارجية الصينية أكدت أن المنطاض الأول خرج عن مساره المحدد بسبب تيار هوائي لافتة إلى استغلال إعلامي وسياسي للحدث واتخاذه ذريعة لمهاجمتها وتشويه صورتها الخارجية الأمريكية تلقفت مشاعر الأسف في خانة أخذ العلم فقط مبقية على تصريحاتها بأن العمل يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة وبالتالي يقود الغرض من رحلة بلينكين وأبدت أملها في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين أزمة منطاض المراقبة التي أثارت حفيظة الجمهوريين قد تتواصل مع توقعات ببقائه فوق الأراضي الأمريكية لبضعة أيام إضافية علماً بأن المناطي تعد من أقدم وسائل الرقابة والتجسس وأكثرها جرأة ليس بفعالية الأقمار الصناعية لكنها تهدف حالياً لجس نبض الأمريكيين ومعرفة رد فعلهم وفق خبراء